موضوع جرسمة المعدة عامل هاجس كبير جدا بالنسبة للناس يعني طبعا هي أمراض فيه طبعا اضطرابات بتحصل في الجهاز الهضمي عامة فده بتبقى مؤلمة جدا يعني سواء التهاب المعدة أو الـ 12 أو سواء سواء بقى هل هو التهاب هل فيه جرسمة هل ما فيش هل فيه ارتجاع مريق هل له أسباب نفسية هل هي أسباب من أكله شربه هل هي أسباب من مرض بيستعمل حاجات مساكنة طوال ففيه أسباب كتير لقرحة بتاعة المعدة وأسباب لقرحة الـ 12 يعني لقرحة المعدة وقرحة الـ 12 نحن نعرف كمان إيه الفرق بينهم من الحاجات طبعا بس سواء طبعا الجرسمة بتاعة المعدة سبب من ضمن الأسباب اللي ممكن تؤدي إلى التهاب المعدة وتؤدي إلى حدوث قرحة قرحة في الـ 12 وقرحة في المعدة في الـ 12 لكن لو اتكلمنا بس في الأول نعرف الناس عن إيه جرسمة المعدة أنا أعرف الناس برسومة المعدة هي عبارة عن بكتيريا نوع من أنواع البكتيريا. تمام؟ هو أولاً هي الإسم بتاعها اسمها هيليكوباكتر. اللي هو بكتيريا حلزونية. البكتيريا الحلزونية. تمام؟ اللي هي الـ H-Bylori. تمام؟ فالهليكوباكتر الناس بيسمينه في العامة كده بيحبوا يسموه برسومة المعدة. وده اللي معروف في السائد عند الناس. تمام؟ هو نوع من أنواع البكتيريا اللي بنسمها جرامنيكاتف بكتيريا. تمام؟ النوع بتاع البكتيريا ده هو له نوع خاص شوية مختلف عن البكتيريا اللي ممكن تصيب الجهاز العظمي. تمام؟ النوع ده بيبقى طبعاً المعدة معروفة إنها بتفرز أحماض. الأحماض ده بمكن إنها تقدر تقاوم أنواع كتير من البكتيريا أو موظم البكتيريا اللي بتبقى داخلها المعدة. فيما عاد جرسومة المعدة الأحماض ما بدارش إنها تقضي عليها. ليه؟ لأن الجرسومة بتاعة المعدة اللي هو الهيليكوباكتر اللي هو النوع ده بزدات اللي هي البكترية الحلزونية هي لها شكل معين ولها خاصية معينة كده مختلفة عن البكترية التانية إيه الشكل المعين اللي هيها؟ هي شكلها حلزوني ولها أطراف زي مخالب كده بتقدر أنها تمسك في جدار المعدة بتمسك في الميكوزة اللي هو جدار المعدة فبالتالي بتسبب التهاب يعني تمسك في الغشاء المخاطر بتمسك في الأشياء المخاطر اللي موجود المبطل اللي اقدر المعدة تمام وبتقدر تعمل فيه التهاب والالتهاب ده ممكن يتطور ويسبب بعد كده قرحه في المعدة تمام ده الشكل يعني عشان كده الحمد المعدة ما بيقدرش يقضى عليها زي أي روم البتالي لا فيه لها سبب تاني انها بتفرز مادة اسمها اليوريز نظام ده بيبقى قالوي والمعدة وسطها حمد فبحصل تعادل مع الاثنين فبالتالينا بيقدرش النقطة عليها افضوز العمل بتاع الحب اللي داخل المعدة بتاعت المعدة بالضبط فبتالينا بيقدرش النقطة قاومها زي بقية البكتيريا اللي بتبقى داخل المعدة وبتقدر تضع عليها تمام فالمشكلة بتاعتها انها لو فضلت موجودة في المعدة بتعمل طبعا ألم شديدة في البط بتعمل احساس كده بألم في فوم المعدة في منطقة اللي احنا بنسمى المنطقة العليا البطن يعني منطقة البطن العليا كده في النص كده ده بنسمعه في الدارج بنسمعه فوم المعدة فالم المعدة حتى دايما العين يجيش تكه وقولك انا مش قادر انا مش قادر انعاد الم فوم المعدة وبيبقى معاه شوية حمودة كده يعني حرقان كده على صدره شوية ممكن ديء في النفس بعض الاحيان لانه طبعا معروف ان الحمودة بتأثر برضو تعمل برضو ديء نفس تمام طب هل الألم اللي بيبقى موجودة دكتور احمد في فوم المعدة هل سوا بجصومة المعدة بس؟ لا طبعا لقص ببتانية اه تمام ترجمة نانسي قنقر